اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخرجنا منها صرنا على نهايتها صرنا على العملية اللي بسموها الفينيساج باللوائح من زحلة الى كسروين الى طبعا الاشرفية و جبال ما بقى فيه الا هالدوائر هلأ غيرنا الفريق الاخر بدل هالتجاذبات ما تبين على السطح بشكل واضح عم تتعامل في الداخل يعني تتفاعل في الداخل وكأنه انا سميت ممرة فالق جزين يعني في عملية اتزاز او هزة ارضية عم تتفاعل به بجزين ببعبدة حتى بكسروين ولو كان انه اليوم اعلن عن اللائحة ثم ارجعت الى الغد شو رأيك المكلام اللي طلع بالديار بالصفحة الاولى بالديار في عددها البارح الذي يقول انه في صفقات مالية كبيرة صارت بموضوع بكسروين في مرشحين دفعوا مال في مقرر الشحين استبعدوا لانه ما دفعوا مال في ناس اعطوا قطعة ارض مرشحين هل بتصدي هيك الاسماء واضحة واثنين والد فيرس ابواز نعم طلق ابي ناصر وبدام جيل بارت هيدا الكلام طبعا برسم الصحيفة اللي قالت عندها معطيات ورد ما بيبرر يعني الرد او التوضيح ما بيثبت العكس عكل حال هيدا هالسيرة سيرة المال السياسي مانا جديدة عند العماد عون شخصيا بالالفين وخمسة صارت نفس القصة على رأة اوسع بكسروين وبشبال وبالمتن وبزحلة وبالمناطق الاخرى يعني انا بسمي انه في نوعين من المال السياسي وجين لعملي وحدة ولكن في وجه اخطر من وجه هو الوجه اللي بيستعمل العماد عون هو التالي المال السياسي التقليدي هو انه بيجي المتمول السياسي بيدفع للناس الناس العيوزين الفؤرة العيال المستورة وبيربح اصواته طبعا هيدا شراء ضمائر ولكن بالقليل في منفعة مادية معينة على فترة معينة على الفرد اما الاخطر الوجه الاخر للمال السياسي وخطير جدا وما حدا من انتبه له هو شراء ضمير النائب مش الناخب يديك الحال الاولى كيف يعني كيف يعني شراء ضمير يعني انا زعيم لفلاني املك اصوات الناس الناس بتأيدني بيجي بقول لفلاني او لفلان بعملك نائب وبعطيك اصواتي لقاء مبلغ من المال وين بيروح المبلغ من المال بدل ما يروح للناس عم بيروح لجيبة الزعيم او مصاريف ليستا لا لا هي كانت تصير طيب تحت شعار مصاريف ليستا عم تصير في ملايين وعقرات دايما رؤساء كانوا الاقطاب انت بتعرف بتاريخ لبنان كانوا الاقطاب دايما ياخدوا معهم بالبوسطة ياخدوا معهم متمول يدفعوا مصاريف ليستا يعني عم نحكي من 50 و60 سنة طيب طيب بال2009 فاذا ان فيه فريق بيدعي انه ضد الفساد ضد المال السياسي بس مش غريبي على بس نحنا تغيير بس نحنا اصلاح وتغيير بشو عم نصلاح نغير طبعا هايزا صحت هذه هذه الافتراضات انا عم بقول انه فيه معطيات عند اصحابه ربما بيقدموا فيها اسبتات خلانا نقول فيه شبهات هالشبهات عم بتبين عمليا من ناحية المصروف فيه صرف مالي هائل على الاعلانات مثلا لاحظ الاعلانات منتشرة على كل الاراضي اللبنانية اذا بتشوفها لمن صايرة بشكل وازن اكتر هو للتيار العوني يعني فيه حالات اعلانية خطيرة جدا يعني مدفوع عليها مليون دولارات مش مئات الوف الدولارات يعني هاي لبنان جاي هذا مال طاهر مال نظيف مال معطرين من الناس بيفتح بيب التجارعات يعني فيه عدة مصادر اصلا فيه ابتزاز للناس فيه ابتزاز للمرشحين فيه ابتزاز للمصادر التمويل الداخلية والخارجية متمولين مغتربين متمولين من دول خليجية من دول غير عربية فيه يعني على كل شفا ولسان هذا الكلام إذا كانت كل هالعلة الموجودة عند الجنرال ميشيل عون من يوم عودته من سبعة ايار الالفين وخمسة الناس اللي تؤيده وشو عم بتشوف الناس اللي باقي على تأييده مثل ما قال استاذ مخيبر يعني فيه عدة اسباب منها ردات الفعل اللي سميها اسلوب النكاية السياسية المعروفة باللبنان منها العمى السياسي والخديعة فيه عملية خدعة منها فيه موقف ضد ما يسمى مسيحيق ريتم مثلا هذا شعور تقليدي ضد القوات وضد الكتائب وضد الأحرار يسمون مسيحيق ريتم يعني شو هات اسم هيدا مسيحيق ريتم بي فينا نسميه هو مسيحيي حار تحريك يعني هات تسميه مبعرفي هو ابن حار تحريك عنده رأي للساس بخيبر عجل حال بها الموضوع مسيحيق ريتم ليش عم تقليل هيدا جزء من الخطاب الشعبوي طبع جدنا العون وحلفاء طب الخطاب الشعبوي بجيب صوات طبعا انتا عم تقول عن هتلر وعم تقول عن موسوليني موسوليني وهتلر جابوا الناس بس شوفوا جابوا كمان خراب وويلات على دولهم مش هيدا الموضوع نحنا اللي عم نقولهم الجنرال ميشيل عون جنب المسيحيين حربا اهلية وحماهن من سلاح حزب الله لا 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 عليك اذا صحيح اسمح وضحها او بوضحها يعني توضيح هالموضوع ليش موضحها هو يعني عنده لانه كان تعليق على اخر في التعليق على أصل طيب انا بدي وضح شغلي انه انقذ المسيحي هيدا فيها وجان يعني وجر قبيح لما شوفوا المسيحيين سبع ايار شو عمل حزب الله ببيروت شو عمل بالجبل قال قالوا بمجالسه الخاصة للطيار العوني انه شوفوا شو صار بهوليكي لولا التحالف مع حزب الله يمكن كان وصلكم دعنا نوضحها هيدا اولا حزب الله ما فينا نصوره انه هو لطيف غول سياسي او عسكري يفترس الناس هيك عالمي سنة الالفين مع تحرير الجنوب ما كان فيه ورق التفاهم كان فيه ورق التفاهم شي كان فيه مسيحيين بجنوب من مرجعيون والقليعة حتى رماش وعينتابل وكذا وقت الانسحاب عم تحكي نعم بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب شو صار هل حزب الله يعني نكل بالمسيحيين لا بالعقل فيه ورق التفاهم اذا مش ورق التفاهم اللي بتحكم ليه حمى المناطق المسيحية هو التالي شو هو اولا يعني فشل حزب الله على الجبهتين اذا بدك في بيروت الغربية من خلال الممانعة السلمية لاجتياحه لبيروت وفشل على الجبل من خلال الممانعة المسلحة خلانا نسمي الاشه باسماءه ما بين الشويفات وبيصور وعليه اذا وحتى يعني نيحة شوفه بالاتجاه البقعة نعم اذا هيدا هي سبب السبب التاني انه المناطق المسيحية منع لقم سائغة يمكن هاي اجتياحها ببساطة مرة الدكتور جعجع باول اجتماع بسبعة ايار يعني يوم الاجتياح مين ايار كان في اجتماع بمعراب لا اربط عشر ادار بيقول كلمة معبرة قالوا له انه حزب الله عم بيهدد باجتياح والوصول الى معراب يعني يحتل ايادة القوات اللبنانية بمعراب قالوا قبل ما يوصلوا على معراب لازم يوصلوا على حريصة معبرة هذه الشغلة يعني فاذا القصة لن لكم سائغة هاك يعني انه حزب الله بيقدر يجتاح لبنان وبقدر يحكم له حتى اذا اجتاح لبنان لن يستطيع هضم الحالة السياسية والشعبية والمعنوية والطائفية والكيانية لموجودة اذا في عدة اسباب حرام العماد عون او جماعته يقولوا انه حمينا المناطق المسيحية بورقة التفاهم ورقة التفاهم بالعكس كانت حافز لحزب الله فيعمل حرب صيف 2006 كانت حافز لحزب الله ليعمل 23 كنون تاني 2007 باجتياح المناطق واقفال الطرقات واحراق الدوليب كانت حافز الاعتصام الدهري سنة ونص بقلب بيروت كانت حافز لسبعة ايال وقت تفاهم ارتكبت من المعصيات ومن الاخطاء الخطيرة على لبنان كلنا وعلى المسيحيين ما لا يحصى حرام نقول انه ورقة التفاهم بين فريقين من طائفتين لاحز بلا بمسل كل الشيعة ولا العماد عون بمسل كل المسيحيين موجهة اولا ضد الشيعة الاخرين وضد المسيحيين الاخرين ثم موجهة ضد الطائفتين موجهة ضد الطائفتين الاخرين اللي هي سنة والدروز هايدي ورقة التفاهم بعمقه خلقت انشقاقات وانهدمات داخل النسيج اللبناني العام وخصوصا بين المسيحيين وبين الشيعة وخصوصا اتجاه السنة وتجاه الدروز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر